شعب مصر الأبي إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها تضيف إليها ولا تنتقس منها تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته واستواقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده والطرابه على نحو غير مسبوق ويحدث الجبهة الداخلية بالنظر إلى تغيير طبيعة التهديدات التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا إن الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات أدرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعنى عليه كم أن تطوير والتحديث الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس طرفا ورفاهية إن واقعنا الديمغرافي والاقتصادي يحتم علينا أن نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي وإنما على الانطلاق بمعدلة النمو المرتفعة ومتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية